وقد في العاصمة القطرية الدوحة الاجتماع التاسع والعشون لأصحاب يسمو المعالي رؤساء لجان الأولمبية الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجية وقد نبى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعدة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لترأس وفد مملكة البحرين المشاركي في الاجتماع التفاصيل مع موفد مركز الأخبار زميل عيسى شريدة شهدت العاصمة القطرية الدوحة انعقاد الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي رؤساء لجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث أنابى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدل للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعدة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية حيث تم المصادقة على العديد من المبادرات وجاء أبرزها مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والمتمثلة في تشكيل هيئة خاصة بفضل منازعات الرياضية الخليجية مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد بتشكيل هيئة فضل المنازعات وهذا الأمر تم رفعه من العام الماضي وتم دراسته ودعوة الأخوان في دول مجلس التعاون في عدة اجتماعات إلى ما وصلنا إلى الصيغة النهائية واللي تم اعتمادها اليوم في هذا الاجتماع وإن شاء الله أن مملكة البحرين راح تحتضن هذه الهيئة واللي بتشارك بلا شك في الكثير من الدورات الخليجية والبطولات الخليجية وتكون الخط الأول لأي جهة حبة تنهي ترفع تظلم ماه فتكون هذه من ضمن منظومة دول مجلس التعاون أعتقد هذه واحدة أيضا من المبادرات المهمة لدى اللي أتوبها الأخوان وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس اللجنبية البحرينية وهو وجود هيئة لفضل نزاعات الرياضية واللي الحمد لله اليوم لقت مباركة أيضا من قبل أصحاب السمو والمعالي واللي إن شاء الله خلال الفترة القادمة سوف توضع لها الأسس التي تستطيع من خلالها أيضا أن إذا كان هناك إن شاء الله ما أتمنى أن يكون هناك أي اختلافات ولكن لو كان هناك في أي من اللجان التنظيمية بطولات معينة هي سوف تكون المرجع لكي يكتم حل مثل هذه الاختلافات كما تم المصادقة عن مبادرات خليجية أخرى وكان من أهمها يقامة أولمبياد خليجي خاصة بالإضافة لتحديد يوم رياضية والاهتمام بالرياضة المدرسية والشماع موفق كسابق من الاجتماعات ونحن محظوظين الحمد لله في دول الخليج بقادتنا اللي يسعون ويهتمون بالشباب والرياضة في دول الخليج وإن شاء الله أن الأمور تسير من حسن إلى أحسن هذه يعني بادرة من الأخوة في دولة غطر الشقيق أنه يكون يوم رياضي موحد وإن اخترحنا أنه يكون الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام فطبعاً هذه بادرة يمكن الأخوة في غطر السابقونة أنه يكون يوم رياضي ويكون فيه إجازة لجميع مؤسسات الدولة اليوم إحنا خلينا يوم سبت على أساس أنه لا نجبر الدول أنها تاخذ إجازة كل تلك القرارات شكلت نقلة نوعية في القطاع الرياضي والشبابية الخليجية في إطار نهوض والارتقاء بها إلى أعلى المستويات قرارات حسمة شهد اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي ومن أهمها اعتماد مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عيسى شريدة لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين الدوحة